مرحبا بكم في بث مباشر جديد من مباشر 24 زلزال جديد هز الأرض في المتوسط بدولة عربية عقب الزلزال اليوناني الأخير يبدو أن المتوسط يستعد لأسوأ أيامه ماذا حدث في الجزائر؟ يعيش البحر المتوسط حالة من التوتر في الأيام الأخيرة هزات أرضية تضرب القاع شرقا وغربا ما ينزر بكابوس غامض قادم من بين ثنايا طبقات الأرض على بعد مئات الأمتار في القاع بالقرب من خزان الصهارة العملاق وأكد المرصد الأوروبي للزلازل رصد زلزال بشدة 3.3 درجات على مقياس رختر على عمق 11 كم وعلى بعد 33 كم شرق العاصمة الجزائر في ولاية بومرداس وعلى إثر الهزة الأرضية على الفور تحركت وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس للقيام بدوريات استطلاعية للوقوف على مخلفات هذه الهزة الأرضية والتي على إثرها لم تسجل أي خسائر ويخشى سكان الجزائر من زلزال ضخم يهز أرضها مثل جارتها المغرب حيث تواصل الهزة الأرضية تحريك القشرة الأرضية في الجزائر خلال الأسابع الأخيرة وكان المغرب تعرض لزلزال ضخم هو الأقوى في تاريخه من عدة أشهر إذ ضرب زلزال الحوز بقوة وصلت إلى 7 درجات على مقياس رختر ما تسبب في انهيار مئات المنازل وسقوط مئات الضحايا وعلى إثره تم رصد مئات الزلازل الارتدادية وعلى الرغم من ضعف زلزال بومرداس إلا أن العلماء يحذرون من أنه قد يكون إشارة أو مقدمة لزلزال أقوى وأن تلك الحركة الخفيفة من نبض الأرض وحركة القشرة الأرضية والصفائح تحت الأرض دليل على نشاط زلزالي قد يصبح بقوة أكبر ويعد زلزال الجزائر الأخير جزء من حلقة سلاسل الزلازل التي تواصل ضرب حوض المتوسط خلال الآونة الأخيرة حيث سبق وأنهتزت الأرض في الجزائر نفسها إضافة إلى جبل طارق وإسبانيا والمغرب كما أنه كان لشرق المتوسط نصيب كبير من الهزات الأرضية حيث واصل نبض الأرض الحركة في تركيا وشمال مدينة رشيد بمصر واليونان أيضا علاوة على ما يحدث في ليبيا من أحداث غريبة حيث انشقت الأرض لمسافات كبيرة تصل إلى 200 متر والتي ربطها العلماء بتحركات في الصفائح الأرضية والتي تنذر بزلزال قوي قد يهز الأرض بقوة ويخشى العلماء من فجوة زلزالية في المتوسط واستيقاظ عملاق ضخم ووزلزال متوقع حدوثه لم يأتي منذ ألف عام والذي كان ضرب جزيرة كريت بقوة وصلت إلى ثمان درجات فاصل خمسة على مقياس رختر وتسبب في تسونامي ضخم وشعر به الشام وتركيا والإسكندرية في مصر ورحل على إثره المئات من الضحايا فهل يحدث زلزال المتوسط الضخم خلال الأيام القادمة وإن كل ما يحدث هي مقدمات لكابوس ضخمة قادر على إفراغ خزان الصهارة تحت المتوسط والذي ظل لمئات الأعوام محافظا على سلامته شكرا لكم